الانتخابات البرلمانية في العراق بنسختها الرابعة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها فالوجوه ذاتها والخطاب الطائفي حاظر كالعاد لكن الأذرع المسلحة للأحزاب تصدرت المشهد هذه المرة بعد أن كانت متوارية في السابق موقع ديفينس بوست المعني بالقضايا الأمنية والاستراتيجية تناول مستقبل العراق في ظل سعي ميليشيا الحجد للمشاركة في الانتخابات ودور الميليشيات بالساحة السياسية بعد وقبل هذه الانتخابات الموقع قدم وجهات نظر لمحللين من مركز تشاتام هاوس البريطاني عن الأوضاع في العراق وهما الدكتورة نسيب يونس والدكتور ريناد منصور نسيب يونس مستشارة المحهد الأوروبي للسلام وعض في مجلس الأطلسي بواشنطن وصفت المشهد السياسي في العراق بالمهشم والمفتت مؤكدة أن طهران تحاول في الوقت الراهن إقناع الأحزاب الشعية في العراق بالعمل معا لتشكيل الأغلبية العظمى في الحكومة التي تتيح لها تولي السلطة وبالتالي حماية مستقبل ميليشيا الحجد وتأمين المصالح الإيرانية في العراق فيما أشار الباحث ريناد منصور إلى أن حكومة العباد تتقاسم القدرات والسلطة مع ميليشيا الحجد مستشهدا باعتمادها على الميليشيا عبر السيطرة على كاركوك في شهر تشرين الأول الماضي تحليل الموقع يتطابق إلى حد كبير مع ما يجري على الأرض اليوم فخطابات زعماء الميليشيات توحي بنية تتجاوز طور الانتخابات ذاتها وترسخ فكرة البزات العسكرية الحاكمة وهيمنتها على المشهد السياسي في العراق برمته على غرار ما هو جار في إيران